معلش يا دكتور جمال يعني دلوقتي في البعض يقولك ايه طب نحاكم فترة حكمه اه 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 نشوف نقيم اداءه على المستوى السياسي وما ايه لاخره هو التاريخ يعني اه بي بي بيتعامل مع الرؤساء والزعمات وسيرتهم الشخصية والدور اللي قاموا بيه بعد قد ايه بتبقى الصورة واضحة والمشهد اكتمل للمحاكمة ده سؤال مهم جدا هو كل ما كتب عن الرئيس حسيني مبارك في مراحل عمر المختلفة وكتب اثناء وجوده في السلطة وكل المذكرات والذكريات والشهادات اللي نشرت وما سيكتب خلال الايام القليلة القادمة لا يعد تاريخا لا يعد تاريخا امتى امتى التاريخ يبقى بيقول يعني امتى يعني حتى في الرئيس الراحل مبارك حتى في خطاب التنحي قال سيحكم علي التاريخ تمام امتى التاريخ يكتب ولا التاريخ بيكتب على مدار سنين طويلة وبيجمع ويدون وينضم ورقة من هناك على ورقة من هنا ليست ورقة يعني اذا لم اكن مبالغا اطنان من الاوراق من الاراشيف المصرية واراشيف الاجنبية ومن الكتب المذكرات والذكريات رغم عيوبها والثغرات اللي فيها من مخالات الصحف والدوريات المختلفة من الدراسات العلمية حول مقدمات حكمه مبارك وايامه الاولى لا يجوز ان نكتب الان لابد من مرور فترة وان كانت صورة المعرفة والتقدم في هذا المجال سمحت بكثير من الوسائق لكن الاحداث لا تزال ساخنة ولذلك ما يدور على سوشال ميديا من اعداء مبارك او من المؤيدين المبارك ده بيعطينا فقط مؤشرات لكنه ده او لحظات انفعالية انفعالات والدانية اما الباحث في علم التاريخ شغله بيختلف تماما لما تهدأ الامور وتبدأ تظهر امامه محاضر جلسات مجلس الوزراء عبر تاريخ مبارك الطويل محاضر جلسات المجلس العسكري بين 2011 مثلا وما كان يدور في الكواليس مسألة التوريس وانكرها لانه هو انكر مسألة التوريس هل فيه وصائق هتشير الى انه كان فيه اتجاه للتوريس ولا لا كثير من الامور المراسلات بينه وبين الولايات المتحدة الامريكية في ارشيف الوصائق الامريكية المراسلات بينه وبين اسرائيل وموقفه من التطبيع ورفضه للتطبيع هذا لا نستطيع ان نكتبه بيسر لابد من احنا نطلع على الوصائق الاسرائيلية ايضا ونطلع على الوصائق الامريكية ووصائق الدول الاخرى بالاضافة الى الوصائق المصرية هنا من الممكن احنا بنكون صورة الامر التاني مهم هو قال صحيح التاريخ هيحكم ويحكمني التاريخ يعني او المؤرخ او البحث في علم التاريخ لا يصدر احكاما على الشخصيات بيؤرخ هو بيسجل ويحلل والحكم ويكتهد للوصول الى لماذا اتخذ مثلا رئيس جمهورية او ملك او خديوي اتخذ قرارا معينا في لحظة تاريخية معينا وهو هنا بيقترب من الحقيقة هو ما يقدرش يوصل للحقيقة عدلتك قلت حاجة مهمة جدا هل احنا كل شوية ممكن نعيد كتابة التاريخ احنا بنعيد قراءته اذا ما توفرت مادة علمية جديدة او اذا ما وجدت نظرية جديدة في التفسير ففي الحالة دي احنا نعيد القراءة ونحاول يعني معرفة العلة العلة دكتور